موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم معكم أسامة الشام والنهاردة المحاضرة الثالثة من دورة الأفطر في مستوى الأول هنتكلم النهاردة عن طبقة الكاميرا بالتفصيل إن شاء الله هنفتح البرنامج هنبدأ نعمل New Composition أو هنيجي File نعمل New Project هنعمل New Composition بالمقاسات اللي احنا عايزينها والمدة اللي احنا عايزينها ورده أيام كان 30 ثانية مثلا نعمل دلوقتي هنعمل Background أو خلفية عشان نشتغل عليها هنعمل New Solid نختار مثلا أي لون عادي مش هتفرق نعمل هنعمل الخلفية دي بتدرج ألوان يعني نعملها Gradient هنجي عند Effect أو Presets ونكتب Ramp هنلاقي Gradient Ramp هنسحبه كده زي ما احنا شايفين ونحطه على Solid زي ما احنا شايفين ظهر لنا Effect Controls Effect Controls دي لوحة متخصصة عشان نتحكم في خصائص الأفكت أو في إعدادات الأفكت اللي احنا حطناه هنيجي مثلا اللون دا نخليه رمادي واللون دا نخليه رمادي بس فاتح شوية هنخليها بدل Linear نخليها Radial ممكن نعمل Swap Color يعني يعكس يخلي الرماضي هنا والفاتح يخلي هنا يعكس يبدل اللون دا مكان اللون دا زي ما احنا شايفين كده طبعا ممكن نغير End of Ramp زي ما احنا شايفين كده هنلاقي ان في علامة صغيرة تحت بتتحرك ممكن نمسكها كده ونحركها زي ما احنا عايزين ودي نهاية الRamp او نهاية الGradient بتاع اللون الابيض دا ممكن بردو Start of Ramp نغير فيها زي ما احنا عايزين من فوق كده هنخليها فوق عملنا خلفية مقبولة نوعا ما ممكن نزود عليها طبعا زي ما احنا عايزين هنرجع تاني لدرسنا الاساسي بعد ما عملنا الBackground او الخلفية بتاعت المشروع بتاعنا هنجي هنا نعمل Import File هنجيب الصور اللي احنا هنشتغل عليها ايا كان وهنشرح النرض على الايقونات دي مثلا هنعمل Import زي ما احنا شايفين كلها جات هنا تمام هنجيب مثلا اول ايقونة هنا نحطها زي ما احنا شايفين كده هنجيب دي مثلا كده بقى عندنا ايقونتين دي هنجيب نخليهم نفس الماس هنقف مثلا على الايقونة بتاعت ال After Effects دي ونضغط حرف ال S في الكيبورد هايزهر لنا Scale على طول نكبر مساحة زي ما احنا عايزين بس احنا عايزين لهم الاتنين يبقوا زي بعض تمام كده بقى زي بعض تقريبا كده بقى عندنا ايقونتين واللاير بتاع ال Background ممكن نسميهم نقف على اللير اللي احنا عايزين نسميه وندوس Enter نسميه BG نقف هنا برضو نسميه AE وأنا BS هنجي نعمل New كاميرا اول ما نضغط على كاميرا هتوظهر لنا النافذة دي النافذة دي فيها اعدادات الكاميرا اللي احنا عايزين نضيفها تمام هنا طبعا ال Name اسم الكاميرا By default بتبقى Camera 1 هنلاقي عندنا هنا ال Preset ال Preset دي يعني ايه يعني ايه الارقام دي 15 ملي متر و 20 و 80 و الكلام ده دي بتعتبر العدسة يعني مثلا لو عندنا كاميرا نيكون او كانون كاميرا DSLR مثلا العدسات بتاعتها بتختلف يعني بيجيلك 15 و 50 زي ما احنا عايزين يعني دي ال Preset دي فتحة العدسة يعني مثلا هنخليها عام 50 مثلا او 28 و 24 زي ما احنا عايزين في ال Range ده يعني من 24 ل 50 طبعا زي ما ال Project بتاعك عايز او زي ما انت حابب فتحة العدسة ده تبقى ازاي تمام الزوم طبعا الزوم ده بتاع الكاميرا هنتحكم فيه من بعد ما نحط الكاميرا ان شاء الله فمش هنيجي جنبه ولا ال Angel of View دي مش هنتحكم فيها خالق يعني مش هنيجي جنبها برده هنسبها By Default زي ما هي كده وال Film Size برده الاعدادات دي مش هنيجي جنبها لان كل الاعدادات دي موجودة في ال Options بتاعت الكاميرا بعد كده في خصائص الكاميرا لما نحط اللير بتاعها ونغير فيها زي ما احنا عايزين فاحنا هنسبها كده زي ما هي هنيجي هنا هنلاقي طيب الطيب دي في One Note Camera و Two Note Camera الفرق بينهم الفرق بينهم ان خاصية One Note Camera ما فيهاش Point of Insert اما Two Note Camera فيها الخاصية دي بتدعم الخاصية دي فاحنا هنخليها دايما على Two Note Camera عشان احنا هنحتاج الخاصية دي طيب الخاصية دي لازمتها ايه؟ الخاصية دي بتاع بتخليك تتحكم في حركة الكاميرا يعني لو عملنا على One Note Camera الكاميرا هتبقى ثابتة على مكان واحد فمش هنعرف نستفاد منها فاحنا دايما هنخليها على Two Note Camera غالبا يعني ونعمل اوكي مش هنلاقي حاجة تغيرت بعد ما عملنا الكاميرا هنعوز نفعل خاصية 3D في الليرين دول هنيجي هنا هنلاقي العلامة دي اللي هي الكيوب دي هنلاقي مكعب كده نعلم عليها هنا وهنا كده الخاصية تفعلت كده خاصية 3D تفعلت في الليرين دول عايز تفعلها في الـ Background عادي مفيش مشكلة بس احنا هنخليها الوقتي على الليرين دول ونشوف ايه اللي حصل هنا في شاشة الـ Preview لما فعلنا خاصية 3D في اللير ده زي ما احنا شايفين لما نفعلها ظهر لنا هنا ايه هتحرك معك لفوق هو بيتحرك في احداث الـ X يعني على خط الـ X تمام عايز تحركه لفوق مثلا هنيجي على الـ Y نتأكد ان حرف الـ Y مكتوب كده الصغير ده ونطلع فوق وننزل هنلاقي بيتحرك لفوق وتحت تمام والـ Z طبعا زي ما احنا شايفين كده شايفين بيرجع لورا هو كده مش بيعمل احنا كده مش بنعمله سكيل او بنصغره لا احنا كده بنبعده عن الكاميرا يعني هي الكاميرا ثابتة دلوقتي واحنا بنبعده زي ما احنا شايفين كده هنوضح كل ده دلوقتي هنيجي على شاشة الـ Preview او لوحة الـ Preview دي هنتكلم عليها شوية عشان احنا هنشتغل 3D الوقتي فهنعوز نظبط فيها اعدادات عشان يبقى الشغل مريح بالنسبة لنا هنيجي بقى هنا بدل ما هي واحد فيو هنعملها 2 فيو زي ما احنا شايفين جالنا شاشتين عرض واحدة هنا واحدة هنا شفت الـ 4 علامات دول انت كده بتتحكم في اللوحة دي لو دوست هنا كده انت بتتحكم في اللوحة دي تمام طبعا ممكن تخليها 2 فيو تحت بعض او فوق جنب بعض زي ما احنا عايزين كده 4 فيو طبعا مش هنحتاج 4 فيو ولا الكلام ده هنخليها 2 فيو جنب بعض كده عشان يبقى شايفين وهنيجي هنا احنا هنا معمول كده الفيو من top يعني من فوق ممكن نخليه front يعني من قدام ده بقى زي ده الوقت هنيجي مثلا من back من ورا bottom من الجنب هنعملها custom view زي ما احنا شايفين كده يفضل لما تجد يشتغل 3D تعمل على custom view 1 او view 2 او زي ما انت عايز ماشي احنا هنعملها على واحد هنيجي مثلا نقف على اللير ده عشان نفهم Z axis كويس كده احنا هنرجع اللير غرا زي ما احنا شايفين اللير بيرجع غرا هنريجي مثلا هنيجي على X هنجيبه كده شوية مثلا زي ما احنا شايفين الشكل ده كده الكاميرا يعني هي دي الكاميرا عشان تتحكم في الكاميرا دي هنيجي هنا من المينيو بار هنلاقي علامة الكاميرا دي هنضغط عليها او نضغط C في الكيبارد كده الادا دي بتتحكم في الكاميرا ككل زي ما احنا شايفين كده في الكاميرا كلها زي ما احنا شايفين ده مركز الكاميرا هنا اهو هنيجي مثلا عايزين نغير الاحداثي Z مثلا بتاع الكاميرا شايفين احنا كده نغير في احداثي X بتاع الكاميرا نفسها مش بتاع اللير نفسه كده Y والZ برضو كده بعدنا خالص عن الشكل ممكن نقرب 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 زي كده مثلا لو لاحظنا ان نص اللير ده هو اللي باين بس لان بقرة الكاميرا او العدسة ورا اللير ده تمام يعني مش جايباء اللي جاي نص الحتة دي بس تمام فاحنا نرجع تاني كده هنيجي لخصائص الكاميرا هنيجي هنا كده طبعا الترانسفورم زي ما هي ما تغيرتش كتير طبعا هنلاقي خاصية ال الى اعداس الى اهنا تقول قلنا عليها هنا موجودة فى الفى الكاميرا مش هتلاقي الخاصية دي طبعا هنا لو حرقنا ذي كده مثلا الاكس. زي ما احنا شايفين. تمام. وهنا برضو لفوق كده تحت. ده الاحداث الواي. الواي اكسس. وده زد. تمام. بتاع الكاميرا. اللي هي طبعا اكس وواي وزد. يعني كل حاجة في سري دي هتلاقي اكس وواي وزد. طبعا دي اللي هي الدوران بس. ده الدوران حوالي المحور اكس. ده حوالين المحور واي. وده حوالين الزد. زي ما احنا شايفين. ده الاكس روتيشن. يعتبر نفس الورينتيشن ده. تمام. وطبعا للواي والزد وكله. تمام. كده ترانسفورم. بوينت اوف انسيرت. وبوزيشن وورينتيشن. هنيجا على الكاميرا اوبشنز. هنلاقي الزوم. طبعا كده احنا بنعمل زوم. منزوج كده بنعمل زوم إن. تمام. كده بنعمل زوم اوت. عندنا الدبس والفوكس ديستنس والااااااااااااا. والابتشار والبرر والبراوليفل. والقرص شيب دول كلهم طبعا بعض تمام القرص شيب ده هنشرحها بعدين نيجي للدبس عشان تفعل عشان تشتغل على كل ده هنعمل دي الفوكس بتزبط الفوكس زي ما انت عايز زي الكاميرا للبروفيشنات بالزبط عندنا الاباتشر هنا لو علنا مسلا كده شوف زي انت شايف عمل على اللير اللي ورا يعني عمل على اللير ده بس طبعا بنتحكم في البلار ده عن طريق ده كده ممكن نخففه خالص او ممكن نزوده زي ما احنا عايزين طب تمام دلوقتي احنا عايزين نعمل فوكس على اللير ده ونشره من على ده فهن نجي عند الفوكس دستانس نزود الفوكس دستانس نزوده زي ما احنا شايفين الفوكس بقى على البي سي بقى اللير اللار وهنا تعمل عليها تمام لو عايزين العكس بنقلل الفوكس دستانس زي الاول لو لاحظنا واحنا بنقلل في الشاشة المربع ده هو الفوكس دستانس بعد كده عندنا الارث شيب وكل اللي تحتها ده مع بعضه يعني كل دول طبع بعض لما نفعل الارث شيب كل ده هيشتغل مش هنحتاجها قوي الارث شيب الوقتي فاحنا هنسيبها نشرح في الدروس الجاية ان شاء الله بس زي ما احنا شايفين كده طبعا اي حاجة باي خاصية من دول لها كيف ريم الخاصة بيها زي ما احنا متعودين ممكن نعمل كيف ريم للبوزيشن مسلا ونيجي هنا عند عند الثانية رقم اثنين او ثلاثة مثلا ونعمل زوم زي ما احنا شايفين بيتتحرك الكاميرا عادي جدا طبعا لو عايزين نعمل كمان على الوريينتيشن هنعمل كيف ريم هنا ونيجي هنا كده نعمل كده منشغل كل الخصائص دي ليها كيف ريم طبعا زي ما احنا عايزين بنحرك الخاصية اللي احنا عايزينها او لو عايزين خاصية واحدة خاصيتين اللي احنا عايزينه على حسب الشغل بتاعنا والبروجيكت اللي احنا شغالين فيه وبكده يبقى شرحنا اساسيات الكاميرا طبعا زي ما انت عايز بتستخدمها في اي بروجيكت انت عايزو مش شرط الكون اللي يردي صور بس ممكن تجيب تيكست وتعمله ثري دي فيديو زي ما انت عايز اي حاجة بتقبل ان احنا نفعل فيها خاصية ثري دي تمام يعني ممكن بدل ايقونات دي نجيب فيديو مثلا هنا وهنا او 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 اا 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 تيكست نكتب تيكست ونخلي ثري دي عادي طبعا كلمة ثري دي دلواتي يعني الخاصية خاصية إنما اللير نفسه مش 3D يعني هو اللير 2D بس إحنا بنعمله 3D عشان نفعل الكاميرا عليه بس مش أكتر بس هو يعني لو جينا بصنا هنا كده لو حرقنا الكاميرا دي كده بنجي نبص هو اللير 2D تمام لو عايزين نعمل اللير 3D دي لها بلاجينز متخصصة بنعمل بنشتغل بها 3D فعلا يعني نخلي اللوجو ده او الايقونة دي بـ 3D فعلا دي إن شاء الله هنشرحها في المستوى الثاني إن شاء الله دلوقتي احنا هنشوف بروجيكت هنعمل فايل open project مثلا save البروجيكت اسمه 3D anything تمام البروجيكت ده انا هرفعه مع الدرس هنفتحه زي ما احنا شايفين 3D ده فعلا 3D زي ما احنا شايفين التكست المكتوب ده 3D تمام عادي مش لازم تكست لو عايزين نغير او نعدل في المشروع ده او البروجيكت ده هنجي عند replace logo group بتاع replace logo هتبقى معمول كده هنفتحه هنلاقي composition اسمه logo here هنفتحه هنجي نعمل import file مثلا الايقونة دي عايزين نعملها 3D هنعمل import ونسحبها كده نحطها هنا نعمل لها scale نكبرها شوية اهم حاجة ان هي متطلعش بره الى الخطوط دي المساطر دي تمام طبعا هنخفي اللير اللي تحت ده دلوقتي احنا عايزين دي بس تبقى 3D تمام هنرجع للكمبزيشن التاني زي ما احنا شايفين بقت 3D طبعا دي على اي حاجة مثلا ممكن نجيب اي حاجة وهنحطها هنا في composition ده اللي هو اسمه logo here وهنحولها تبقى 3D زي دي كده مثلا لحد المستوى التاني ان شاء الله وهنتعلم ازاي نعمل 3D بالشكل ده ونديله animation زي كده وبكده يبقى درس النهاردة انتهى ما تنساش تعمل لايك للفيديو ونشوفكم على خير ان شاء الله في الدروس الجاية اشتركوا في القناة